بعث المستشار دكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ملحمة العاشر من رمضان المبارك وأكد رئيس مجلس النواب أن كل مصري في العاشر من رمضان يذكر بالفخر والإجلال الدور العظيم الذي قامت به قواتنا المسلحة في معركة أكتوبر المجيدة حيث استطاع رجالها البواسل أن يحولوا الهزيمة إلى نصر مبين كما وجه رئيس مجلس النواب التحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال كما وجه التحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الزكية هذه الملحمة الخالدة ترجمة نانسي قنقر